صباحكم ورد وسعادة من يديد مشاهدينا دوم نسمع لي مرض نفسي اسمه الوسواس القهري ولكن هل فعلا نحن نحاني من الوسواس القهري أول شخص مطرح عليه هذا السؤال أكيد حمدة حمدة تعانين من الوسواس القهري هوس النظاف يمكن ما يكون قهري بشكل كبير ولكن مجرد أن نحن نشوف مكان ليس بنظيف نظايق صحيح يمكن لها علاقة مرتبطة بالنظافة بموضوع الراحة النفسية ولكن حمدة وأيضا مشاهدينا الوسواس القهري هو مرض قديم جدا وقد ورد ذكره عند قدماء الأطباء في الأغريق ولكن لم يعرف حديثا إلا عندما وصف طبيب فرنسي اسمه سكارل مريضا مصاب بمرض الوسواس القهري والكثير منه إن لم يكن جميعنا قد سمع عن الوسواس القهري وربما يعاني منه ولكن مفهوم الوسواس قد يختلف أحيانا وربما بصورة كبيرة بين شخص وآخر مشاهدينا طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع دعونا نرحب بضيفنا بالستيديو الدكتور عصام سماحة وهو خبير الطب النفسي صباح الخير دكتور صباح النوري فن أهلا في البداية ذكرت مروى مقدمة بسيطة عن الوسواس القهري ولكن احنا نطلب منك أنك تعرف المشاهدين بطريقة مبسطة ما هو الوسواس القهري بداية بنشكر حضراتكو على الاستضافة نورت وشيء يشرفنا طبعا ثانيا الوسواس القهري هو مرض نفسي بين قصين طبي ونفسي ولو علاج يعني المرض نفسي يعني بين قصين أصابي يعني أصابي يعني مش مرض عقلي مش مرض زهاني صحيح يعني هتلاقي فيه ناس بيمرضهم بالمرض الولى الوسواس وأنه مرض له علاج ومالوش علاقة يعني معلاش كلمة الوسواس مالوش علاقة بالوسواس الخناس نعم يعني مرض عشان كده بقول طبي ويتعالج ونس يشفوا منه صحيح بس هو المشكلة في المرض ده اللي هو شائع ليس نادرا يعني المرض ده نسبته عاليا ويصيب ناس كتير وممكن يصيب الجنسين الزكور والإنس وممكن يبدأ في سن صغيرة ممكن يبدأ من 12 أو 13 سنة وممكن يصيب الشباب وممكن يظهر في سنة وليه أعراض كتير دكتور أكيد الوسواس القهري ذكرت الحين بأنه شائع جدا بين كلا الجنسين ولكن هل الوسواس القهري ممكن يبدأ كوسواس بسيط وممكن أنه يتطور ويصبح مزمن؟ طبعا هو من أعراضه أن الوسواس بتكون أفكار يعني كلمة الوسواس القهري في أفكار وسواسية وفي أفعال قهرية الوسواس دي الأفكار الوسواسية تكون ممكن تكون يعني أو غالبا بيكون فكرة سلي يعني فكرة سخيفة أنا عارف اللي هي فكرة سخيفة أنا متأكد لأن ده يفرقنا ما بين التطور اللي حضرتك بتقول عليه يعني فيه ناس يسألوا يقول هل لأنه طبعا هتلاقي ناس كتير جدا زي ما حضرتك وقلت في المقدمة بيعانوا من بعض الوساوس زي حكاية الوسواس النظافة صحيح وقد تكون جاية تنجشة يعني مماسية كده يعني أنا غسلت إيديه أتأكد إلي أنا غسلت إيديه قويس أنا أدخل آكل أو جراح حيدخل يعمل عملية لازم يتعقم يقول إيه ما أتعقم تاني عشان ما أعملش إيه بفكشة ما أعملش صحيح مشكلة للمريض خلاص فده فيه درجة معينة من الوساوس لازم تكون موجودة عند أي إنسان لكن المشكلة بقى لو الوساوس ديت زادت وبقت مسيطرة على الإنسان والإنسان مش قادر يقومها يعني الفكرة وسواسية وأنا بحاول أقاوم الفكرة ديت وعارف أن الفكرة دي فكرة سخيفة والفكرة دي متكررة باستمرار صحيح أنا مش عارف عملت وداني ولا لا حاجات زي كده فإذا الواحد يعني فاهم إزاي يتعامل معها يقول أستغفى الله العظيم رب ما أسمى للشيطان الرجيم وخلاص ومشت الأمور لكن بقى فضل واحد يعيد الوضوء لغاية ما الصلاة تخلص صلاة الجماعة مثلا راح يصلي الجمعة والناس قاعدة منتظرة مثلا أبو والأخو وقاعدين قاعدة يعني فاهماني فيبقى هنا المرض دي درجة زيادة نعم يعني إذا فيه حاجات خفيفة ممكن الإنسان يعني ما تقذي صاحبها هي الوسواس الطبيعي اللي تقذي صاحبها وسواس مزمن إلا إن عارف حضرتك يا مثلا طالب الطب إحنا بنذاكر كل حاجة في الطب خلاص تصور اللي أنا عندي بتحاني بقرة اللي أنا أقعد أمس الكتاب مثلا وجبنا كتاب التشريح قد كده كتاب التشريح كبير خلاص أو كتاب الفيسيولوجي قد كده مش مذكرات زي مكتب لو تصورت اللي أنا عندي بتحاني بقرة اللي أنا حراجع كل ده مش معقول لو أنا مش داخل يعني داخل المتحان اللي أنا متصور اللي أنا حراجع الكلام ده اللي خدته في سنتين التشريح ده كنا بناخده في قولة وتانية طب حراجعه في يومين أو في أسبوع صحيح الخوف أيضا يتشربنا أيضا الدكتور فيه من مثل ما نقول الوساوس المختلفة يمكن ظهرت مع تطور الإنسان أو تطور الحياة فيه كثير من الأشياء احنا أيضا نتساءل ليش أنا أكره هذا الشيء اللي هي الوساوس الغريبة أنه مثل ما نقول ما نحب أن نحن نرى مكان غير منظم أو مثل ما نقول ما نحب أن نحن نرى علبة الأدوية غير مغلقة مثلا أشياء بسيطة ما تدخل فيه مستوى اللي هو الوسواس القهري المتعارف عليه مثل الوسواس النظافة والوساوس الأخرى هل هذه الوساوس الجديدة اللي ظهرت عند أفراد المجتمع هل تقع تحت منصة مثل ما نقول الوسواس القهري أو هي لها تشخيص آخر مختلف إحنا زي ما قلت حق يعني مثلا إحنا فيه شخصية يعني فيه نمونا ربنا خلقنا فيه أحسن طقويل فإحنا بنستقبل أشياء نستقبل أفكار لأن الأفكار دي على فكرة أفكار الوسواسية بيقولوا عليها انتروسف يعني جاية من جوايا مني أنا واخدبالحهاك مش أفكار جاية من برها الأفكار دي لو هي أنا قادر أتعامل معها وزي ما قلت حقاك أطردها وفكرة بسيطة وما بتتقررش فهي ده شيء طبيعي يعني بعض الوظائف مهمة جدا يعني القائد اللي بياخد القائد العسكري اللي بياخد قرار أو أصحاب القرار عموما الماليين الناس اللي هم اللي بيشتغلوا في المحاسبين وكده إذا ما كانش يعد الحاجة ويعرف حقي وحقك والكلام ده الدنيا حتبوز ففي درجة معينة من الوسواس مطلوب اللي هو اللي احنا نكون ملتزمين ونعمل الحاجة بدقة بدقة متنهية في بعض الوظائف وكده إلا لكن لو هي بقى الحكاية دي متكررة وبتسبب قلق للإنسان تسبب له قلق نفسي يعني مش قادر يتردها وتحت سيطرتها وتتطور وتعمل له قلق واكتئاب وانعزال وشغلانة يعني مثلا وسابوس النظاف اللي حضرك بتقول عليها دي لو أنا بقى مش قادر يعني مثلا ما شفنا ناس بتغسل الكراسي كل يوم واحدة بتغسل الكراسي وبتغسل السجاد وكده وما بتدخلش أو بتنقع عيالها في البنيو عشان آه ما يعنيش بها كده ويجلوا منتهيب رأى ويموتوا صحيح فعلا دكتور من هذا المطلق يعني أنت ذكرت بأن الوسواس القهري تكون فكرة ما يقدر الشخص يسيطر عليها ولكن هذه الفكرة تسيطر عليها في بعض الأحيان هناك شريكين في الحياة ممكن أن الغيرة توصل لدرجات قصوى جدا تسبب اكتئاب ومشاكل وفي بعض الأحيان انفصال هل تعتبر الغيرة مع الشك هي أيضا وسواس قهري؟ هو حضرتك إحنا الأفكار الوسواسية ديت عايزة أقولها إليها ممكن تيجي إيه في صور في شكل صورة سلبيا نعم أو في شكل تساؤل أو في شكل مخاوف صحيح صحيح أو هي تقول والله ده الزوج ده بيعرف حد غيري الفكرة دي هي مش قادرة تطردها فبتخلي طبعا الحياة بينهم جحيم صحيح أنت لا أنت بتعرف حد يعني معنى لو واحد إنسان قام وتشيك وحط بيرفق وكده يبقى رايح يقابل واحد فطبعا يعني ممكن تمسك فيه وتقطع لهدوم وكده ومنتش خارج على الجزء تيه ويحصل الانفصال وبعدين طبعا يعني الكلام ده على مستوى الشخصية يعني أصلا في إطار النمو الشخصية الوسواسية هي اللي مور بورون يعني اللي هي قابلة اللي يحصل لها الوسواس التربية التربية الأبوين اللي هي التربية المسكة أوي يعني مثلا في الدراسة أنت لازم تطلع الأول يا ولد أنت لو نقصت نص درجة خلاص دفنك ده حسنينك وكده خلاص مستقبلك تدمر خلاص والعوامل الجينية بتبقى موجودة يعني في عوامل وراثية في العالم فيعني برضو مش كل عشان الناس ما تخافش يعني مش كل الناس بيحصل لها المرضة وتطوره فيه ناس معينة بيحصل لها المرض وتطوره الحمد لله طبعا دكتور عصام نود أن نشكرك على المعلومات اللي زودتها لنا وعلى المعلومات البسيطة اللي ادخلنا في الطب النفسي شكرا شكرا نواردنا